حسب تقرير الأمم المتحدة الفقر النسبي في مصر 43% ودول الناس اللي قادرة انها تاكل وتشرب بس مش بالضرورة انها قادرة تتعلم ويبقى عندها رعاية صحية كريمة او اساسا ولكن الفقر المطقع في مصر هو الشديد جدا نسبته 3.4% ودول الناس اللي حتى مش قادرة تاكل وتشرب ومن هنا جت دعوة الامير طلال بن عبد العزيز وهو رئيس برنامج الخليج العربي لدعم نظمات الأمم المتحدة الانمائية ورئيس المجلس العربي للطفولة والتنمية الدعوة بتاعته علشان يتم انشاء بنك للفقراء وتحديدا بعد 25 يناير علشان يدعم العالم العربي ويدعم كمان ويتم دعم المصريين الفقراء منهم الفكرة انه بنك الفقراء ده مش حاجة جديدة تعملت قبل كده في سنوات مختلفة ولكن معادش فترة طويلة وتم اقفله او يعني مش هو ماكملش يعني خلو نعرف ليه تقفل والتعامل لما تعمل اتعمل ازاي والدعوة الجديدة ايه هي من ضفنا اللي بيشرفنا في الستوديو النهاردة واستاذ احمد قورة وهو خبير مصرفي ورئيس البنك الوطني المصري السابق نهرك سعيد يا فنة انا بس عايزة بداية اعرف بنك الفقراء ده لما تعمل قبل كده كنعمل ازاي ومعدين نبتدي نشوف اللي جاية ايه يا خبار سبعة خير جميعا هو طبعا بنك الفقراء او هذا الاسم قوميء الحقيقي انما هنستخدمه طبعا هو مسمى بذلك هو القصد من هذا البنك هو تنمية دخول صغار المواطنين اللي هما الفقراء اللي لا يملكوا قوت اليوم كما يقال لان احنا عندنا نعاين انما الصداقات للفقراء والمساكين الفقراء اولا ما ايش يأكل خلص اما المسكين اللي نقله ليل بحيث انه مش قادر يصرف على بيته وعلى عياله في كافة الاحوال فالاتنين محتاجين مش محتاجين صدقة ولا زكة اننا محتاجين تنمية لدخولهم بحيث ان يستطيعون يعيشوا عيشة كريمة لا يسألون الناس الحافة وبالتالي هذا هو المطلوب المطلوب ده سبق ان احنا قبنا به تحت مسميات مختلفة وكانش اسمه بنك الفقراء في السنة 62 عوج التحديد بداية هذا المشروع كان بيسمى بنوك الادخار المحلية وكانت موجودة في الرياف في المنطقة متغمرة على وجه التحديد القصد بها تم اختيارها على اساس ان فيها مجالات للتصنيع المحلي بحيث ننمي دخول هؤلاء الناس اللي كان بيشغل في مجال مثل الزراعي ننمي دخله في مجال الصناعات اليدوية في مجال الخدمات في غير ذلك من المجالات فانشئت هذه البنوك واستمرت في نشاطها حوالي خمس سنوات ثم لسبب او لاخر تم تصفية هذه البنوك ايه السبب او لاخر بقى ده اللي بنسب لنا مهم عشان نعاش نفس السبب او اخر وتمت لسببين واضحين السبب الاول ان حينما انشئت انت افحارتك ان احنا الشعب المصري او الحكومة المصرية تتمتع بقصد توافر من البيروقراطية منذ قدماء المصريين هذا تاريخنا طبعا وضع طبعا فاحنا ننظر للشكل ولا ننظر للموضوع فحينما انشئت هذه البنوك كانت بقرار من حاجة اسمها مؤسسة للدخار بدأت تباشر نشاطها اما البنك مكازي عارف بيها لا ده انا صاحب القرار ازاي مؤسسة تطلع هذا القرار وانا صاحب هذا القرار اذا هذه البنوك انشئت بدون قرار من البنك المكازي فبالتالي يجب عليها ان هي يعني بالضبط كده تصفة السبب التالي كانت اسباب سياسية ايما كان البنوك نشأت ولما قالت بنوك بلا فوائد فبالتالي يعني اسلامية يعني هل هناك اتفاق بينها او نوع من العلاقة اللي بينها وبان اخوان مسلمين في ذلك التاريخ لان كانت في هذه الفترة تم القبض على عديد من الاخوان المسلمين فلهذين السببين قالوا انه بالضبط كده فتم تصفية البنوك بنكين تاتا خدهم بنك الاهلي وبنك القاهرة وبنك اسكندرية وبنك مش عارف ايه فتم تصفية هذه البنوك وتوزيع العاملين فيها ثم اعيد النظر فيها بعد فترة ليلة على نطاق دايق من خلال البنك الاهلي في شكل اسمها القروض الصغيرة وهي القروض الانتاجية لصغار الحرفيين ولكنها لم تكن في مجال اللي كانت بنك الاخر بتعمله وهو المناطق الريفية ثم اغلقت ايضا من خلال البنك الاهلي نتيجة عدم تغطية تكاليفها لان هذا النوع من التمويل مكلف وليس له عائد ثم اعيد ثالثة حتى وقتنا هذا من خلال الصندوق الابتماعي الصندوق الابتماعي التنمية الصندوق الابتماعي التنمية وشغلين فيه وفي تقديري الشخصي انه لم يؤدي الغرض منه مع احترام الكامل للصندوق ومن يعمل به القصد زي ما قلت لحضرتك يعني احنا بصرف النظر على المسمى بصرف النظر على الشكل القانوني عندما الهدف ايه؟ الهدف هو اعفاء الناس الفقراء من زل السؤال وبالتالي عشان اعفيهم يبقى لازم اعمل لهم نشاط انتاجي هذا النشاط الانتاجي يؤدي الى دخل لهم هذا الدخل يستطيع ان يخليهم في عيشة كريمة ثم يتم زيادة دخولهم سنة بعد اخرى ويتم توزيع هذا النشاط النهاردة مثلا زي ما احنا كنا عملنا في مركز متغم بعدها يبقى في الصعيد بعدها يبقى في بحل تاني يبقى في بولصعيد يبقى في اي منطقة فالمفروض ان احنا نبدأ بالنشاط في داخل الاقاليم من الارياف يعني نبدأ من القاع ثم نصعد به الى اعلى وليس من فوق لنزل تحت ثانيا ان المفروض ان يقوم بهذا النشاط يعني ناس عندها مبدأ وهو مبدأ اي بقى ان انا اقوم خدمة هؤلاء الناس لصالح الوطن وابتقاء امار الله الله مش عشان انا اتوظف واخد مرتب لان انا مش لقى وظيفة اروح اتوظف هناك وبالتالي انا ما عندش فكرة ولا عند هدف ولا عند رسالة يعني الراجل محمد ريادة بتاع بانجلاديش فهو عمل هذا النشاط لهدف اساسي ان هو ينجح في تنمية المجتمع المحلوي محمد يونس محمد يونس محمد يونس وهو حصل على جاتة نوبال علشان المشروع ده تأثير بالضبط وحنا كانوا استمرين من سنة 62 كنا خلنا عشر جوائز نوبال مش جنزة واحدة انما للأسف البيروقراطية المصرية حالت دون ذلك فمسال ذلك في المنطقة اللي احنا رحناها في مدغرم مش تغنفها اتنوى 63 أو 63 أو غير ذلك في بلد تنتشر ببلد تتصف بانتاج النخيل طب النخيل ده نعمل فيه ايه النخيل السعف بتاعه ممكن نعمل جريد نعمل فيه فصل وترابيزات وكراسي الزعف نفسه نعمل حاجة اسمها كدير نستخدم في التنجيل البلد هتم تكفيفه وحفظه وبيعه النواء المتعفه ايه ايه منتجات فيناك غاب وبالتالي الغاب نعمل فيه فصل نعمل فيه إثبتة ونفها سجاجي دعمل فيه إكليمة إذن تم استخدام منتجات البيئة اللي هي لا تستغل استغلال الاقتصاد تلعب بيئي في الآخر بزبط كلا فتم الأشي تعمل بيئي الغاب يتعمل بيئي الحطر بتعمل بيئي وهذه إذن نستطيع ومش بكلفة الدولة حاجة وبالتالي يبقى زيادة في دخول تربية مواشية تربية دواجن تربية أرانب كل هذه الأمور يبقى فيها نوع من الانتاجية المحلية داخل هذه المنطقة لما البلد يبقى فيها داخل والبلد يبقى فيها داخل انتيجة الموضوع يبقى فيها داخل عام تنمية اقتصادية محلية وذلك أنا أفضل أن تكون التسميع بنك التنمية المحلية وليس بنك الفقراء طبعا أنه بنك الفقراء ده يعني اسمي مهين بصراحة يعني وكاني بعلم عني انت في إيرو هتفضل ترامرك في إيرو مش فاهمة يعني المنطق برجة بصراحة يعني مش زال بعيدا عن المسمى علشان ما نبقى في القراءة وقتنا في المسمى بس أما أتكلم على هذه النوعية من البلوك البلوك التنموية عايزة برضو لازم أشيد بدور الجامعات الأهلية اللي بتشتغل بقى لها فترة طويلة وبتاع عندها عدد كبير من الجامعات تشتغل على المشروعات الصغيرة ومتناهيات الصغر وهي نفس الأهلية وهي بتدي قروض ميسرة للناس بعد وبتساعدهم على دراسة جدول المشروع وبتساعدهم في إدارة المشروع في نفس الوقت وإن كان فيه ممكن يبقى فيه ربح بسيط على القرد 1% أو 2% والأي أرقام علشان حتى هذه الجامعات الأهلية تعرف تدي تاني قرد مرة أخرى أعتقد هذه الجامعات الأهلية يعني ما احترامي لها ولا يعملوني فيها لا تكون بالدور المطلوب لأن الدور المطلوب البنوك البنوك اللي هي أنا دي نشاطها ولا طبيعته ما نجحتش هذا النجاح المطلوب والله جامعات الأهلية نجح في أماكن كتيرة أنا شفتها بس في نطاق محدود جدا ما ينفعش على النطاق العام يعني نطاق في البلد دي أو في المنطقة دي 16, 20, 30, 50 ما ينفعوش نحن عندنا زي ما حدك قلت الإحصائية ملايين فالملايين دي محتاجة تنظيم قوي يشمل هؤلاء الناس ويتابعهم إلى الكبر وعدها نزل كان بدي ألف ولا ألف ومثلات لأريبه واللي ما عرفه والأصحابه مش هينفع هذا النظام فالمفروض النظام يجب أن يعمم على من تتصف به هذه الصفة أنه مش قادر يأكله عنده فقير عنده محتاج وبالتالي من البلد دي للبلد دي إنه قد تنفع في بلد سين لأنه فيها فلان فلان رجل طيب ومش عرف إيه أو الجمعية الفلانية إلا أن الناس لي فيها كويسين فإذا لا أستطيع أن أعمم هذه التجارب إنما الكلام المفروض أن يكون نشاط مقنن يتم تعميمه على كافة مستوىات الجمهورية شريطة أن يحسن اختيار العاملين في هذا المجال ويكون هدفهم واضح ومحدد ويتم متابعة وتقييم الأداء كل فرطة يعني مثل جهات المعينة لذلك اسمها تاخد ملايين ولا حد يقيم ولا حد يتابع ولا حد يقيم ولا حد يرعف شوك النتيجة إنتهت إليه فهذا في تصوري هو الخطأ وبعينه إنما المفروض أن أنا أحد الأهداف وأقيم هذه الأهداف كل فترة ثم يكافى أو يجازى من لم يحقق هذه الأهداف أو يحققها هو ده المطلوب يعني إدارة بالأهداف وده الكلام العلمي الحديث أن تكون إدارة هذه المؤسسات بالأهداف ويتم تقيمها من خلال ما يتم تحقيقه من أهداف فيها طيب خليني أتكلم أكتر على تفاصيل وأليات عمل هذه الفئة من البنوك حالتك قلت لما تعمل في الستثينيات كان من غير فايدة يعني لما الناس بترجع القروض اللي أخذتها بترجع بدون فوائد وهنا كان فيه شبهة أنه الطائرات الإسلامية بتدعمها كانت إيه هي هل لو كانت فيه نوع من الاستثماء لا 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 هي كانت نوع يعني المشاركة زي ما احنا بنسميها هو في النظام الإسلامي فيه المرابحة والمشاركة والمضاربة فكن بيستخدم نوع من المشاركة يعني ما تأخذنش في التعبير له أنها شاريت إحدى يعني نوع من سي جموسة أو حاجة زي كده أو حصان أو حاجة وشارك الفلاح أنت بكذا وكذا في الأخل يجيب العائد لو أنا بشاركو النهاردة بيتاجر في أقفاص فيه جريد فيه صارك في أي حاجة وشاركوا فيها فدينا كانت كلها أنشطة صغيرة بالإضافة لوجود وحدات كبيرة تغطي مثل هذه الأمور فضلا أن هناك يكون قرد حسن إن يمكن الواخر يأخذ القرد شرط أن يسدده ليس بالتبعية أن يكون هناك ربح لأنه كان أساسا الفقر هو التكافر الابتماعي التكافر الابتماعي مثل المشروعات إنتاجية ليست بهدف الربح وأنها بهدف الحصول على رأس المال وعائد يغطي تكاليف هذا الاستثمار وبالتالي تختلف عن شركة البنوك التقليدية للمنقودة بكل مزاد ربحه وكل ما كان عظمة البنك وقدرته ديك ما كانش هدف منها بالتالي كان النقطة التانية النقطة الأولى وهي تجميع المدخرات الصغيرة لتكون لرصيد يمكن استثماره في هذه المجالات وتعويض الأفراد المدارس والمجوامع والكنائس وكل التجامعات وبإسلوب معين عشان نجمع مدخرات 100 جنيه و50 جنيه و100 جنيه و1000 جنيه يتم تجميع هذه المدخرات في النهاية إذن لها هدفين اللي هنا في الأول تنمية الوعي الإدخاري وتجميع المدخرات من الناس في المنطقة ثم استثمار هذه الأموال أو زيادة عنها في ذات المنطقة يبقى إذن النهار ده كل منطقة بتنمو بذاتها وعشان يبقى في يومنا أيام نستغني عن الدعم دعم رغيف العيش شافت 11 مليار و15 مليار كلام ومشاف دعم البتجاز بكلام ودعم منفعش فلو هذه المبالغ بدلا ما هي توجه لمثل هذه الاتجاهات اللي احنا مش عارفينه الدعم ومستحقيه من هو الدعم في أي صورة ومن هو مستحقيه ومن هو مستحقيه وكلام اللي حضرتك عرفها دهون إنما لو هي تم توجيه هذه الأموال بصورة أو بأخرى وبصورة تدريجية يتم الإحلال من خلال التنمية المحلية في المجتمعات الفقيرة في يوم من الأيام حييجي ويحط هدف استراتيجي وبتوقيت بمحدد حنستغني عن الدعم هيف حصل إيه مع الشخص المتعسر في تسديد القرد اللي هو خد بيتم بيتم متابعته بالصمرار والتحقق من حقتين إنه لم يسي استخدام المال اللي يمنح مخدوش جوز ببنته ومجابش بي المشروع الاستثمارات اللي بتطلع أن تكون نسبة معينة هي حتكون ما تتردش أموال اللي لا ترد للبنك بس بشارطة زي بقول الحراج إنه حنم نشتغل بناء على هدف معين والهدف يفدم ده كمان محتاج منظومة أخرى تدعمه يعني صدار المستثمرين لو هما ما عندهمش قليات إدارة المشروع أو تدوير المشروع بالبلد دي كده يعني كلام سليم مش هقدر يدوروا فيبع عندنا متعسرين أكتر من ناسناك حضرتهم مشاريع فإننا كده عبقى على الدولة مرة أخرى لا مش عبقى على الدولة لأنه يجيب فلوس ولديها للناس ومنطلها لا 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 النقطة دي يتم معاجلتها وكنا بنعملها فعلا وهو أولا حسن اختيار الكوادر ثانيا تدريب الكوادر على المطلوب منهم ثالثا إعلام هؤلاء الناس اللي احنا هنديهم التمويل بحسن اختيار أو بحسن إدارة أعمالهم وبالتالي بنعتبر أننا مستشارين وبتتبعوا وبتعلموا إزاي يعملوا حسابات وإزاي يديروا وده شغل الجامعات أهلية برضو تمام تمام إذا كنت الجامعات بتقوم بهذا الدول فأهلا بها ونعمة فده الهدف يبقى التالي يعني زينا نقولون أكثر من عصور يبقى احنا علمناهم الشغل ادناهم مشروعات علمناهم كيف يتم إدارة أعمالهم بصورة اقتصادية عندنا خبرات وتدريبات بالنسبة للجهاز وحسن تختار جهاز وصيف إلى غير ذلك الأمور إذن هل بس عشان خداما وقتنا بيخلص ومعنى كده نحن هيحصل عندنا بنك الفقراء بنك التنمية لو زمنها ولا هي لسه فكرة مطروحة ولا هي لسه فكرة مطروحة لا هي لسه فكرة مطروحة لا تزال مطروحة وحتاخد وقت للدراسة ثم إصدار القرارات البيروقراطية التي تهيئ لها الشكل القانوني والله لو بالمنظر ده يبقى مش عايزينها أحسن لو هنستنى القرارات البيروقراطية هيبقى بنك بيروقراطي يبقى مش عايزينها هذه المطروحة